يعيش نحو 90% من المصابين في البلدان النامية والفقيرة وقد يستجيب الصرع للعلاج في نحو 70% من الحالات لكنه لا يتاح لنحو 3-4 المصابين به في البلدان النامية من سمات الصرع النوبات المتكررة التي تحدث نتجة اضطراب النظم الكهربائية للدماغ وهي تؤدي لتغيرات في الحركة والسلوك لبضع ثوان وتستمر لدقائق يعد الصرع من اقدم الحالات المرضية في العالم ويتراوح معدل الاصابات السنوية به في البلدان المتقدمة خصوصا اوروبا الغربية بين 4-70 حالة فقط وللصرع انعكاسات اقتصادية كبرى من حيث الاحتياجات الصحية والوفاة وفقدان العمل اذ ان حالة صرع واحدة في الهند مثلا تكلف نحو 88% من متوسط دخل الفرد هناك ويعتبر الصرع من قبل البعض سببا لمنع الزواج او الغائه ما يؤثر نفسيا او سلبا على الصحة النفسية للمصابين به ويمكن ان تسهم التشريعات القائمة على معايير حقوق الانسان المقبولة دوليا في منع التمييز ضد المصابين بالصرع وانتهاك حقوقهم وزيادة فرص حصولهم على خدمات رعاية الصحية والاجتماعية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر